فالسؤال سنة جديدة أم حياء جديدة فالحياء الجديدة هي التصميم وهي بالحقيقة هي نعمة الله نعمة الله التي لا نستحقها إنه الخلاص الكامل عندما سأل التلاميذ يسوع المسيح فمن يستطيع أن يخلص أجاب يسوع وقال يعني الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله فهذا العمل أحبائي هو عمل إلهي بكل معنى الكلمة فالمسيح يريد لنا السعادة والفرح والسلام الحقيقي يريد من الإنسان أن يتمتع بحياة فضلة حياة فياضة حياة لها معنى حياة لها قيمة حياة فعلا بغض النظر زلازل أو عواصف أو اضطهادات أو ضيقات أو مواجهات أو حتى موت أو دينونة إلى آخره اللي عم بتحل على الناس فالإنسان في المسيح يسوع يتمتع بالسلام يتمتع بالفرح يتمتع بالراحة الحقيقية وعمل المسيح هو عمل متكامل أحبائي فالمسيح مش مجرد بيلمس الشخص وبيتركه لا وكتير ناس عم بتتساءل في هذه الأيام أين المسيح المسيح موجود هو حي وموجود يتواصل ويتفاعل ولكن السؤال أنت أين أنت موجود أين أنت من إرادة الله أين هو طلبك ألم يقل المسيح أطلبه تجده اقرعه يفتح لكم فإذن هل أنت فعلا في إرادة المسيح هل عندك الرغبة أن تتشبه في المسيح فالمسيح أحبائي مش بيتكلم عن كلام فيه تمنيات ووعود لا قيمة لها فكل كلمة من كلمات يسوع المسيح بتزين مليار طون فالمسيح لم يقل أي شيء لم يفعله المسيح القدوس طهر البرس وأقام الموتى المسيح الغافر الذي يغفر الزنوب والخطايا غفر لصالبي على الصليب المسيح الذي قال أنا هو خبز الحياة أشبع آلاف آلاف كثيرة من خمسة أرغفة وسمكتين المسيح الذي قال أنا هو نور العالم لقد فتح عيون العمي ومش بس رد البصر يعني العيون ورد البصيرة أيضا كما قال الإشاول الترصوصي لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين ففي بداية هذا العام شو هي تمنياتك للسنة الجديدة هل هي السنة مثل أي سنين بتمر السنين ولا رح تكون سنة مميزة سنة تعتبر من أعظم سنين حياتك وأصلي من كل قلب إنه هاي السنة تتميز عن كل السنين اللي عبرت ترجمة نانسي قنقر